اشتركوا في القناة بسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الاوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والامنية بالاضافة الى جهود تسوية الازمة الليبية والاوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الارهاب وعملية السلام في الشرق الاوسط وقضية سد النهضة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة السيد بوريل في اطار عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الاوروبي وللروابط القوية التي تجمع الجانبين في ضوء التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط بالاضافة لكون الاتحاد اكبر شريك تجاري واستثماري لمصر من جانبه اعرب السيد جاسب بوريل عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا تحيات السادة رئيس المجلس الاوروبي ورئيسة المفوضية الاوروبية الى السيد الرئيس ومشيدا في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الاوروبي بمصر خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا واقليميا فضلا عن كونها محورا للامن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليا بمرحلة حارجة من الاتراب الشديد مما يجعلها شريكا استراتيجيا هاما للاتحاد الاوروبي واضاف المتحدث الرسمي بان اللقاء تطرق الى الجهود التنصيقية بين مصر والاتحاد الاوروبي حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية الهامة خاصة تطورات الاوضاع في ليبيا حيث اكد السيد رئيس موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة وان مصر ترحب باي خطوات ايجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي الى التهديئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية مؤكدا سيادته دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين الى ليبيا مرورا بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولا الى مسار برلين وصدور مبادرة اعلان القاهرة من جانبه اكد المسؤول الاوروبي على الاهمية الكبيرة التي يليها الاتحاد الاوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية ومثمنا الجهود المصرية المقدرة لدى الاتحاد الاوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الامن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على ارض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف وايضا اتجاه احلال السلام بمنطقة الشرق الاوسط وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الاوسط تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الامن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة حيث اشاد المسؤول الاوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين فيما يتعلق بقطاع غزة واوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء تترق كذلك الى قضية سد النهضة حيث اكد السيد رئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل الى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الاطراف مؤكدا سيادته الاهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صاميم الامن القومي المصري اشتركوا في القناة